وفي ملف متعدد الاتجاهات الاجتماعية والاقتصادية أكد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية أن الأمطار الشتوية أنعشت أهوار بلاد ما بين النهرين العراقية بعد ثلاث سنوات من الجفاف والحرارة الشديدة التي ارتفعت في فصل الصيف إلى أعلى من خمسين درجة مئوية وأذكر تقرير أن الأمطار جلبت الراحة للمزارعين ومربي الماشية في جنوب العراق خصوصا في أهوار الإحوازة والجبايش بمحافظة إذيقار حيث تتجول الجواميس في مياه الأهوار بعد ارتفاع مناسبها وتتوقف هجرة مئات الأسر إلى حين وتسبب ارتفاع منسوب المياه بنحو 40% بانخفاض معدلات الملوحة مقابل مخاوف على الأراضي الرطبة لنقص الإمدادات المياه عبر نهري دجلة والفرات حسب ما يقول رئيس مجموعة طبيعة العراق البيئية جاسم الأسدي الذي لا يستبعد أزمة مياه الصيف المقبل لأن الأمطار وحدها لا تكفي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر